يقترب اللاعبون من الدخول في حلبة الصراع الانتخابي ومع كل خطوة نحو هذه الحلبة تزداد وطيرة المناكفات والتسقيط السياسي ورفع الشعارات والشعارات المضادة للمنافسين مدن العراق التي ينشغل أهلها عن الانتخابات بهمومهم اليومية تلأت شوارعها بلافتات وشعارات طالما ألفها العراقيون وعرفوا زيفها بل امتدت الدعاية الانتخابية إلى المخيمات ومناطق النازحين بطريقة مهينة تدل على إصرار المرشحين على استثمار مأساة النازحين وتحويلهم إلى سلع انتخابية وبينما بدأ العد التنازلي للانتخابات فإن معادلة الرهان على الشارع العراقي تتلاشى حضوظها أمام الرفض الجماهيري الواضح للمشاركة فيها رغم كل حملات التجيش والحشد الإلكتروني وتكرار شعارات الإصلاح وفي المحصلة لا شيء سيتغير على مستوى الخارطة السياسية القديمة هيمنة الكتل الكبرى مع تغييرات شكلية يمكن أن تحدث على المستوى الهامشي السياسي لا أكثر يميل إلى هذه النتيجة موقع War on the Rocks الأمريكي الذي رأى أن الكتل والأحزاب السياسية التقليدية ستستحوذ على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان مؤكدا أن كل كتلة لا يمكن لها أن تحصل على أكثر من ستين مقعدا وكل منها سيحاول تشكيل الحكومة ما يعني أن سبعة أحزاب في الأقل ستضطر للتحالف سوية لتشكيل حكومة ائتلافية ويذهب الموقع الأمريكي بعد من ذلك عندما رجح حدوث صراعات بعد صدور نتائج الانتخابات تؤدي إلى تأجيل عملية تشكيل الحكومة مثل ما حدث في عام 2018 حين استغرقت الكتل الفائزة نحو خمسة أشهر للاتفاق على كابينة غير مكتملة لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الكتل الحاكمة وإن كانت تحت مظلة واحدة إلا أنه لا شيء يجمعها سوى الرغبة بالحفاظ على شكل الحكم الذي يضمن استمرار دوران عجلة الفساد